بسم الله الرحمن الرحيم يحكي الشيخ سيد حمدي وهو مفسر أحلام مشهور كان في القنوات المختلفة وبخاصة في قناة المحور يحكي عن نفسه أنه عندما كان في العاشرة رأى في المنام سيدنا يوسف عليه السلام وهو يعطيه كوبا من اللبن فلما شربه قال ما هذا قال تفسير الأحلام فلما استيقظ أخبر أمه فقالت تكون مفسرا للأحلام إن شاء الله تعالى وهذه حكاها بنفسه وعلى لسانه والسلام عليكم ورحمة الله